اشتركوا في القناة الجمع الطيب الإنسان أمانة يعني ما يقدر أكبر عن شعورة لكن شيء واحد أقوله أن هذا التجمع الطيب هو ثمرة عمل ورؤية كانت موجودة في قسم الجغرافية سابقاً والآن أمانة بعد مرور عشر سنوات من العمل المتواصف والتخطيط الصحيح والسليم والعمل الدعوب للطلبة وصلنا إلى ما كنا نطمح له في السابق وهو المساهمة مساهمة الطلبة في إنجاز مشاريع لها علاقة بمؤسسات الدولة والاستفادة الفعلية من الكوادر الوطنية خصوصاً على مستوى طلبة متميزين في الأحسام العلمية وخصوصاً في قسم الجغرافية في الانخراط في الأعمال التقنيقية الدقيقة اللي لها علاقة بأعمال مؤسسات الدولة وطبعاً لا يفوتني أن أشكر وأشكر جزيل الشكر لمن هم موجودين الآن في هذه القاعة وزارة المالية مسؤولين وزارة المالية وكذلك الأخوة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وكل من ساهم والشكر موصول إلى عميد القلية ونواب عميد القلية وكذلك وشكر موصول للدكتور محمد القزامي اللي أمانة عمل ويعمل بلا ملل ولا كلل مع الطوضة اللي يزعجون ليل ونهار لكن بالنهاية أوصلوا إلى هذه النتيجة الطيبة في إنجاز مشاريع مشتركة ما بين قسم الجغرافية ومؤسسات الدولة المختلفة والفايدة هذه الفايدة المشتركة حقيقة بأن مؤسسات الدولة فيها معلومات كثيرة لكن ما تم توظيفها فلأقول توظيف إلكتروني خصوصا باستخدام التكنولوجيا الحديثة من نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بحي وطلبتنا يعني دورهم كان في إبراز هذا الشيء من خلال طبعا ما ننسى دور الأخوة المسؤولين سواء في وزارة المالية ووزارة والهيئة العامة المعلومات المدنية اللي ساهموا بشكل كبير سواء بتوجيه الطوضة من جانب وكذلك حتى حضورهم ووجودهم معانا في جامعة الكويت لتوجيه الطوضة ومساعدة الطوضة في إنجاز هذه المشاريع بالشكل الصحيح سواء داخل الجامعة وحتى كانوا خيرعون للطوضة في الهيئة العامة للبيئة وراح تشوفون إن شاء الله إنجازات الطوضة المتميزين عندنا وهذه مفخرة أمانة لقسم الجغرافية ولجامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية بأن نشوف كوكبة من الطوضة المتميزين دائما المتميزين كلمة قليلة بالنسبة لهم أمانة لأن يعملون لفترات زمنية طويلة بعد نهاية الدوام وأثناء إجازات نهاية الأسبوع لأجل شيء واحد أنهم يثبتون إلى المسؤولين في مؤسسات الدولة بأنهم قد المسؤولية التي أوكلت إليهم فبكل أمانة أقدر أقول طلبوا متميزين وقاموا بجرد كبير لتشريف بسم الجغرافية وكلية العلوم الاجتماعية في هذا المجال وإن شاء الله راح تشوفون ثمرة عمل أربعة أشهر اليوم إن شاء الله ونتمنى مستقبلا إن شاء الله أنهم يعملون في مؤسسات الدولة ويفيدون الدولة في المجال التطبيقي اللي درسوا وعملوا فيه بالمستقبل وكذلك أتمنى من مؤسسات الدولة أنها ترعى هذه الطلبة هذه المجموعة من الطلبة المتميزين في هذا المجال وشكركم لكم شكرا